في هذا الفيديو سأريكم كيفية زيادة الارباح خاصة الاربيام وكيف تحسبون الارباح الموجودة في فيديو هاتيكم والسؤال اللي تطرح يا امين اين هي او اين هو الاربيام لم اجده كما لابدكم بالي هناك تحديثات كثيرة في هذه الايام فتغيرت بعض الاشياء في ستوديو اليوتيوب الجديد خاصة الاربيام تم تغيير مكانه واشياء كثيرة لذلك قبل ما نبدأ هذا الفيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناة تفعلوا جرس وتبارتجوا هذا الفيديو باش تعمل فائدة ولازم تفهموا حاجة باللي لي ما يشتركش في قناة الشروحات خاصة نتكلم على لي شخصيا لازم تشتركوا في القناة الشروحات باش تتعلموا وتطوروا من صفحاتكم معرفتكم وثقافتكم في الامور تلك الانترنت واليوتيوب خاصة بس تنظموا اموركم ممكن تنجحوا ان شاء الله وتربحوا اموال بافكار كثيرة جدا لذلك فانا خدمتي هنا نصح لكم افكار بحكم ان هذا الموضوع مثلا لم يشرحوا اي احد يعني لانه موضوع جديد ولانه تحديثات جديدة وما زال الناس ما تطرقوش لهم لذلك باختصار فقط الاربيام والسي بيام ما هو الاربيام امين ما هو السي بيام اللي سنتكلمه لهم الاربيام باختصار احنا شرح لكم ببساطة جدا هكذا باش تولي محترف في ستوديو اليوتيوب بتاعك ولا محترف في اليوتيوب وانت انسان مبتدع وباش تفهم الطرق اللي موجودة والتقنيات يعني احنا اعطي لكم واحدة تكنيك هكا واحدة تقنية هكذا باش تولي محترفين في نفس الوقت تفهم وش راك تدير موش تنشر فيديوهات ومعلا بلك شو راك تدير اذا بعجالة فقط الاربيام هي الارباح لكل الف مشاهدة مثلا انا كنحط فيديو راح تجيني الف مشاهدة هذا الاربيام حيعطيني كم ربحت من هذا الموضوع في كل الف مشاهدة سفر فاصل اشرين سفر فاصل ثلاثين سفر فاصل خمسة الموضوع هذا كده جاب لي الف مشاهدة يعني ما نجيب خمسة الف مشاهدة راح نربح كل الف مشاهدة كده ونحسب اذا والسي بي ام هو الربح المعلن لكل الف مشاهدة يعني هذيك خاصة بالمعلن صاحب الشركة او صاحب الاعلان لكل الف مشاهدة كده يدفع المال والاربيام خاص بنا احنا نركزوا على الاربيام احنا السي بيام ومي يهمناش ركزوا على الاربيام احنا اللي خصنا ولي يهمنا اذا في السابقة الناس تروح الاحصائيات وتروح الارباح احنا تلقى الارباح والسي بيام تلاحظوا هنا بلي الاربيام اختفت اذا ما تقلقوا ما اولو احنا نرجعنا لكم الاربيام ونلقاوه هكذا المبتدئين الناس اللي ما تعرفش خلاص تتعلم بالشوية وشو الاربيام ونروح نروحوا كيفية نزيدوا الاربيام هذيك الارباح تاوي اذا نروح الستوديو اليوتيوب وننصحكم بالحاسوب لان الهاتف ما تلقاوه شهد الطريقة هذي الا اذا حولتوا المتصف حقوق الكروم الى حاسوب احتلقاوه اذا نروحوا الاحصائيات الستوديو اليوتيوب بتاعنا هاي نكليكيوها الاحصائيات هنا ونبعدا نروحوا الارباح تاني احنا ودائما نختاروا جمعا اخر ثمانية وعشرين يوم ولا اخر تسعين يوم ولا كيمة تحبوا الشيء اللي يخرج عليكم اذا اللحظة هنا بكري كانت الارباح هنا الاربيام هنا والسي بيام هنا اذا تم حذفها كلين خلوه غير الارباح معانتها كل يوم يومه لو ستة سبعة قد نروحه كل يوم تخرجنا هنا لازم نفهم حاجة فقط نتعلمها كي تعود هذه مهشرة كما هكتم معانتها راه في المراجعة معانتها مازال ما تخلتش الارباح الارباح مازال ما تخلتش اذا احنا ننزل للتحت لازم نعرفو حاجة قبل من دخول الاربيام هذه المنطقة الارباح التي تحقيقها هذه من الاموال التي تربحها مصافية اجمع الناس اللي حبات تبحث الاموال اللي ينقصوا لي وينقصوا لي وينقصوا لي وينقصوا لي لا تذهب الشهناء هذا اللي ينقصوا هنا لازم تذهب لهذا المكان الارباح التي تحقيقها هم الارباح كل شهر عام سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر ينال تجد في براير عملية جمع البيانات مستمرة يعني احتني خلاص الشهر هذا فقط بش نفهمها اذا نلقي واحد الطابلو جديد هنا اداء المحتوى الفيديوهات كامل والشورتس واللايف اخر 28 يوم يعني ان يكون غير وهذه هتغير هذه اذا هاي الارباح هي عودهم لك هنا وانا بنسبلين هذا اسوأ تحديث ما اجبنيش خلاص على كل حال هيعطيك الارباح تاعك المقدرة تقضى التغير المشاهدة تاعي قده والاربي ام قده يعني انا من 192.000 اجبت 0.10 لكل 1000 مشاهدة حاجة كما هكذا اذا تحب تحسب الشورت يتبدل الاربي ام تاعه اللايف الاربي ام تاعه والمشاهدة تاعه كاميراكم تشاهدوا حانا نخليه هو في الفيديوهات مفهم مفهم اذا يا امين انا نحب نحسب الاربي ام لكل فيديو لكل فيديو لكل فيديو علاش لانه ناس بزاف كانت تروح هنا الوضع المتقدم وكانت تروح تحوس هنا وبعد ماقيس اطافية الارباح لكل 1000 مشاهدة مكان يعني كانت تبحث بهذه الطريقة هذه الطريقة شوية نقول له معاقدة ما عليش نخرج لها لكن احنا بش سهلة لنخلص من ديروجيا نروح لعموالو نروح الاحصائيات هين عاود لكم هاي الاحصائيات هاي الارباح هاو الاربي ام بتاعكم تحبو تحسبو بصفة عامة تحبو تكليكي وعرض المزيد امور النظمة يخرج لكم كما هكذا هم الفيديوهات تاعكم كما راكم تشاهدو هاو الارباح تاعكم ليكل 1000 مشاهدة الاربي ام لما خرجتلوش الاربي ام تاع الفيديوهات تاعكم كاملين ما لك فقط روح الاختيار المقياس الثانوي هنا تكليكي على الارباح ليكل 1000 مشاهدة اربي ام نكليكي وعليح خلاص هكذا نتخصصه في الموضوع بالالوان ايضا بعد ما تخلى هنا هنتقلموا ايضا نقرأوا هذا الطابلو باش نزيدوا الارباح تاعنا ايضا هادو المجموع هادو اللي هاكم تشوفو فيه انتوما هادو سموهم مجموع الفيديوهات عندها الفيديوهات كامل هادو الارباح تاع الفيديوهات كامل نزيد نأكد لكم لمدة 28 يوم فقط حب تقلبها 90 يوم ديروها 90 يوم حب تقلبها اخر عام ديروها اخر عام هاكذا باش تخرج لكم حسابات صنفية انا حب نديرها اخر شهر اذا المجموعة الفيديوهات كاملة هو تقريبا 50 فيديو ويمكن تصل الى 500 نتيجة هنحسبو فقط هذا اذا المجموع الارباح انا اربحت فيه 28 يوم 19.92 اورو من 50 فيديو هادو الاخرين ايضا 50 فيديوهات كاملة رهيب ازاق عدد المشاهدات تاع هذا الفيديوهات 50 هي 99000 سهل اجمعنا قرأيها سهل اخلاص هذا الاخر 29 يوم اربية ايام هي الصفر فاصل عشر مجموع الفيديوهات كاملة ايضا باش نضيطيها ذركة كيفاه راح نزيد الاربيام يا امين اولا لازم تعلم ونقرأ الارباح والاربيام باش نقدر نزيده اربعة احنا نجربوا هذا الفيديو الاول يعكم تشوفوا فيه هذا نشرطه في 30 جانفي نقرأها كما مجرد نضيطه هنا نقرأ واحد سهله 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 اذا نروح الارباح اذا نخلينا من مجموح هذه اذا نروحه هنا اهنا وش عايد اقول مثلا نقرأي هنا وش يصيره اذا اهنا ما يتغير ولكن هنا السهم يتغير تلاحظوا هنا هنا الاحصائيات يتغير تحب تشوفها بالبياني هذا الخطة بياني او لا عادي اذا نخليها هذه نميهم من ايش هذا الفيديو كما راكم تشاهدوا فيه امين فيه ارباح فيه برسنتاج وشي هذا مفهم سهل اخلاص سهل اخلاص اقتولي محترف في زي ستقيق شوفوا اجمع هذا فيديو اول هذا الفيديو اربحت فيه في 28 يوم خمسة فاصل واحد واربعين اورو نقوله بالدولار اذا هذا البرسنتاج وشي هو امين هذا معنى انتها اربحت 27 بالمية الفيديو هذا اربح بما نسبته المئوية 27.1 بالمية من مجموع الارباح 19 مع انت هذا المبلغ راهو 27 بالمية من مجموع الفيديو هات الاخرين كون لمهم نلقوا هذا اربح بنسبة 27 بالمية مع انتها نسبة عالية اشفاء عليها مليح تذكروا جيدا هذا الفيديو اربحت خمسة فاصل واحد واربعين من مجموع الارباح اذا نروح عدد لمشاهدات هذا الفيديو جاب لي واحد فاصل ستة بالمية من مجموع مشاهدات تقريبا ميتين الف ولا مية وتسعة وتسعين الف جاب لي ثلاثة فاصل ميتين وستو خمسة يعني ثلاثة وميتين مشاهدة مفهوم هذا البرسنتاج تعل مجموع هذا وهذا المشاهدات قده وهذا قده اربحت الفيديو هاتك الاربية متاعوها جماعك في كل فيديو اربيا متاعوها موش هذا 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 تأخذ من عشرين يوم كي تقسم خلينا منه الفيديو الواحد هذا جاب لي جاب لي واحد فاصل ستة وستين اروا لكل الف مشاهدة تلاحظوا هنا بلي كانت ثلاثة وميتين وكان نحسبه على واحد فاصل ستة على ثلاثة فاصل ستو خمسين اما نعرف شمالي الرياضيات لكن كي نحسب واحد بركة على الف مشاهدة حتى حنا ثلاثة لو كان زادو ستة وستين هذه تخيلوا معي يعني حطيح نفس المبلغ تاع خمسة فاصل واربعين دولار يعني حطيح هي بعد مع انتك كل الف مشاهدة راني نربح واحد فاصل ستوستين لهذا الفيديو اه معرض للزيادة ومعرض للنقصة يعني موش ثابت اللي نقوله اربية مجمع موكومش ثابت اذا هذه واحدة نزيد ونعود ونزيد ونعود واحدة اخرى باش نفهمه افضل ركزوا معي بشوية تكتفهمه بالبيع رأي سهل اخلاص تكنيك هذا اللي نستعمل فيها انا شخصيا ومكنش اللي يكتب عليكم وهذه هي الطريقة باش تطلع بيها الاربيع متاعكم دوق نعطيها ما فهموا المنطق بكتاحك فيحسب وكل سهل نروح الفيديو الثاني الفيديو الثاني هذا انشرنا في 27 جانفيه على احصائياتها بتشوفوه وغيرها اذا الارباح توجب 2.71 دولار جاب لي 13 بالمئة من مجموع الارباح اذا جاب لي 1600 مشاهدة 0.8 بالمئة من مجموع المشاهدات الاربيع متاع 1.67 ايضا لكل 1000 مشاهدة هيا عندي واحد اها واحد 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 اصلي واسمائنا هذين هذه هنا نزيدur n6 هذهнейvey واحد وانص ونزيدur 6 هذه تقريبا نفس المبلغ وثنين. سهلا جماعة هذا والحساب بتاعها. كيف كيف? ها واحدة وثانية 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 هاني الاربيام بتاعه زوز. اذا اهنا كيف لا تسهلك معك اخلاص. اذا امين ورينا ان الطريقة كيف او كيف نزيد من الاربيام او الارباح في قناتي. كل القناة عندها فيديوهات متنوعة مخصصة خياطة طبق جايمينج. العاب تعليم تقنية كل انسان. اذا انا واحد من الناس ننشر السياسة مثلا في هذه القناتات الامريكية ننشر سياسة ننشر رياضة ننشر ننشر اشياء اللي نشوف فيها انا تعجبني. ونشوف بانها فيها ارباح. لذلك فانشرت انواع كثيرة هنا انواع كثيرة من من مجتمع من جريمة من من الرياضة من السياسة من البحر من الحيوانات كل شيء. اذا عندي خمسين فيديو يكفيني انا عندي خمسين فيديو نتيجة. اذا اروح اروح الاربيام مباشرة من روحش المشاهدات ومن روحش قد اهربحت اروح الاربيام. الاربيام نتفكر هذا. لانو هدا هو المبلغ اعلى من هذا. نزيد اه هذا عندي اثنين فاصل احداش اه خلاص النسأ هذا وهذا نتفكر هذا. نزيد نهبط هذا اثنين خمسة واربعين. الاربي ايام ليكول لي الف مشاهدة. ربحت منه اه خلاص. آه الا ننساهم نتفكر هذا. نزيد نحوس على مبلغ اعلى من بنتين فاصل خمسة واربعين. ننزل. ننزل 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 ننزل. حانا لقيت واحد ثلاثة فاصة خمسة وثلاثين لكل الف مشاهدة. نتفكر خلاص ننسى ذوك. نعاود نحاوس لها واحد اعلى من ثلاثة فاصة خمسة وثلاثين. شوفوا جماعة التكنيك او ساعة خلاص خدم الخشخاش تاكبرك تربح. اذا نحاوس لحاجة فوق ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص آه. لقيت ربعة فاصة اثناش. نشف عليه. ربعة فاصة. واتقضوا تمركيب هذوك نعطيك. ما هذه استراتيجية اللي ولا بركة. اذا نزل نحاوس لحاجة فوق ربعة فاصة اثناش نحوز 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 ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش خوك ربعة ما كانش فوق ربعة اذا ما كانش فوق ربعة طينا غير هذيك. هنرجع لهون هيها هاي هاي مثلا كانت 3.50 نعطيكم مثال براكن مما انا نحتاج اربعة هذي اعلى الاربيام اللي موجود في قناتي وانت يشوف الاربيام اللي موجود في قناتك واذا لقيتم هابطين كامل ابارة المواضيع اللي راك تتير فيهم وتنشر فيهم الاربيام تحمهما اصلا دوريجين هابطين ما انت يتغير الكلمات الاساسية تاعك تغيرهم يتكتب عنوين فيهم كلمات اساسية لانه هذو المشكلة واحدة اخر خلاص انا نرى ان اكتب عنويني فيهم كلمات اساسية وما يش نختارع فيهم اذا كنت تتكلم عن الكورت القدم ابان تكتب كورت قدم تبحث على الموضوع ذلك اللي فيه علاقة بكورت قدم يعني هذو الامر بالتجربة بضرق ابا هذا ربعة اثناش هنشوف هذا اللي فيه الاربيام طالع وشي هو هنروح نشوف شوفوا جماعة 85 مشاهدة ربحت منها الصيف باصل 35 تخيلوا معي لو كان ربحت بزاف لذلك فهنشوف هذا الموضوع اللي الموضوع هذا اللي يجي للاربيام طالع ها هو ربعة ها وكيما توقعت الموضوع عنده علاقة بالحيوانات ها كيما توقعت وقلت لكم قبل الكلاب والقيطط هم من اغلى الارباح الموجودة في العالم يعني الحيوانات في امريكا واوروبا ولغيرها راهم يمدوهم نسبة الاربيام عالية جدا اشماع يعني انسان يده ركز على موضوع الحيوانات راهم يربح بالبزاف وراكم طلع حطو بالي هاو اعلى اربيام اعلى من الرياضة واعلى من السياسة هاي الكل كيما راكم اتشاهدوا ايذن ما عود نرجع هاو الموضوع اذا واش ندير انا باش نطلع الاربيام باش نطلع الاربيام واش ندير نحكم هذا الموضوع ونحاول ناخد منه مواضع بزاف اذا كان حيوانات هو اعلى الاربيام عندي خلاص ما انت نحاول نخصص قناتي الحيوانات نرمو انا كي نكون ذاكي ونكون حاب نربح اذا كان عندي مواضع ما انت من حاولش ننشر مثلا قناتي تالطبخ والجتب اللي حلويات هي اغلى المال تاح الاربيام اغلى من الطبخ الحلويات اغلى من الطبخ الطبخ العادي العيشة ايبا لاش راح ننخسر فيديوهات على الطبخ اللي ما فيها شربح نتخصص في الحلويات اذا قدرت اخلاكم فاهميني مع انتك شوف انت من المواضع بزاف بعد ما انتنشر لقيت لكم اننشروا يوميا وبعد نشوفوا رواحكم كل شهر شوفوا اذا ما تضيعوش وقتكم وشاهدكم على مواضع ما فيها اربح مثلا انا ننهز هذا الكلب هذا نحطه اكوتي خلاص قناتي حنركز اكثر الكلاب حنروح نشوف هنا الاربيام مثلا 3.57 وش هو الموضوع هنا 3.57 هو موضوع عنده علاقة بالالعاب هذا عنده علاقة بالعاب هذا تطبيق تطبيق شائع في امريكا ضد يعني امريكا نظر ضده لانه فيها المثلية الجنسية وغيرها رفضوا امريكيين رفضوا هذا النوع من التطبيقات ام انصدموا لانه في الاولاد صغار وغيرها ومشجعوا فيهم امور هكذا هذا نسبة الاربيام تاعه عاليا مع انت الموضوع اللي عندها علاقة بالتطبيقات تطبيقات نسبة الاربيام عاليا رح نشوف مثلا تهذا 3.17 ايضا حيوانات هاي 3.17 حيوانات حيوانات هاي 3.17 ودخرا خوطي ها واشي هو ثاني اه هي هي هيوانات ها وكلب قبيلة كلب وظركة كلب مع انت الاربيام لألي رمي الحيوانات اجماع وانا تدركوا حصريا انظروا شفتوها بعينكم بلل الحيوانات اربيام تحمره عاليا جماع خاصة الكلاب بالقصص الكلاب. اذا نرى ونشوفها داخل اخو اخلاص اذا 2.57 واش هو الموضوع. الموضوع هو الرياضة. يعني كي نفهمو هنا هاي 62 نزيد نشوفو شي هذي السياسة. اذا تقريبا المواضيع اللي هيت تنجح رهي بزاف. اربية انتحها طالع بزاف. مثلا كي نشوفو هذي 0.61 واشي هي? فلا. هاي الموضوع على الحيوانات ولكن الموضوع على القرادة. باش تفهموا بالليميش كل حاجة عليها ربعة يعني ممكن هما الكلاب يحبوها بزاف اكثر من القرادة. ممكن القطاط يحبوهم اكثر من الكلاب وهي رايحة. عليها انتوما بالتجربة راح تفهمو شو المواضيع اللي يجب تنشروها. حنشوفو ترى مثلا حاجة ما نشورها بزاف. اه مثلا سير فاس 190. واشي هو ايضا هذا الامور الذي توفى و والرياضة وغيره هذه طائحين. مثلا هذا سير فاس 30. هذو مثلا ام رياضة المصارع او او حاجة كما كيك بوكسينك و شو ما نشعرفنا هذا خبر مجابش مجابش ار بي. تلاحظ بالي المعلنين ما حطوش فيه درهم بزاف. لذلك انتم تشوفو تلاحظو هنا وتشوفو اشوو اي عمور لي منزليش الار بي. متحها مثلا هذا زوز زوز. سنرى هذا الرياضة. هذا تطبيق. وهذا حيوانات. وهذه الرياضة. كيف كيف. وهذه الرياضة. كيف كيف. وهذه قصص الجرائم. قصص الجرائم ثانية رأي لها الاربية انتحها. واحد واحد ونصف اثنين. يعني انتم قناة متاعكم. ستشوفوا ديروا احصائيات وتكتبوا. وتكتبوا في ورقوستي. الآن انت خلاص. ما نجيش ندير حاجة الاربية انتحها طايح. سنغير. هنا ستقول لي وتنظموا اموركم. هذا والسر. ما انت تشوف الاربية انتحها طايح. سف.01 هنا. خلاص ما نجيش تدير فيديوهات هذوك النوع. ولا غير في العناوين. هي اما العنوان تاك غلط. هي اما الفيديو تاك ما فيش المعلنين. وهي لازم تفهموا بانو الفيديو ما هو مشكل. المشكل فيه طريقة كتابة عنوان. نقض نتكلمها الحيوانات. ولكن ندير عنوان مع برشة الحيوانات. ما هوش مليح. اذا المعلن ما هوش راح يدفع المال. لكن اذا كتبت عنوان مليح. راح يتزيد النسبة الاربية حتى يكون الفيديو ما نهتمعنا. لذلك تقدر تدير فيديو فلوغ يجيب لك الاربية مضعيف وتقدر فيديو فلوغ وتجيب الاربية مع علي. الحساب الكلمة الاساسية لتكتبها. لذلك اجمعها هذه لازم لها تجربة. ولازم لها التجربة وتبحثوا. اذا تقول يا امين يا امين كيفا نجيب كلمات اساسية امين ما نعرفش. اول شي لازم تكتبوا عنوان بسيط جدا. ولازم تستعملو بسيط مع جوجل اتس. راح نشوفو جوجل اتس. هذا اتس. مش اتس. اتس. تضغطو هكذا اتس. اعلانات جوجل. تحبو تكتبو اعلانات جوجل بالاربية. تحبو تكتبو اتس. اتس ماشا حاجة اخرى. اتس حاجة اخرى. اذا روحوا الاتس. اعتقدوا تفتحوا بنفس الجيميت الاتسنس لانه نفسه يفتحكم ادس ويفتحكم القناة وكل شيء اذا انا عندي الاتسنس ندير تشجيل دخول مباشرة اهنا راح ندير هنا راح نجبد الكلمات اساسية انا نجبد من هذا المكان انه هذا خاص بجوبل طريقة سهلة جدا نروح الادوات هنا اذا كنا بالعربية ثم نروح اداة تخطيط الكلمات الرئيسية في التخطيط اهنا نديروا تخطيط كلمات الرئيسية راح تخرج انا واحد للمسباح هكذا هاللومبه هذي نكليكيو عليها تخرج انا هنا اذا واش نديرو نديرو حسب العربي او لبلونجلي انا نخد انا نهضر بلونجلي انا اسمه قناة امريكا ندير دوك ندير انتري عايبلاد فيها اكس تحب تزيد كلمات اخرى تزيد ما تزيد تحقق هنا في فرنسية لا لازم اديرها لنا ندير بلونجلي ندير بلونجلي الجزائر لا لازم نديرو ينايتد ستيت يعني امريكا بحكم انا نستهدف الامريكا ونقدر نزيد عشر دول اخرى يعني نقدر نوسع نطاق البحث لكن ما عليش هنديرو تجربة برك بعد ما خيارة الماليكان كدولة كالبحث وخيارة اللغة الانجليزية ندير تحقيق النتائج المرجوة اذا احطيكم مثال برك هذا جماعة راح يخرجو لكم هنا كلمات الرئيسية حسب المولاء اما راح يخرجو لهنا المتوسطة عمليات البحث الشهرية يعني كده يبحثوا لها شهريا كلمة دوغ هاي دوغ اللي كتبت هنا دوغ نسبة البحثة لها واحد مليون الى عشرة مليون شهرين اخوتي يعني تخيل انتم كل شهر يبحثوا مليون شخص حتى الى عشرة مليون يعني بين مليون وعشرة مليون تطلع وطعبط تطلع وطعبط اذا نحن نكليك هنا باش نشوف اكثر لنسبة البحث في العالم كلمة دوغ هي الاولى ما بين مليون وعشرة مليون هذه كلمة دوغ هذه لازم نديرها في العنوان ونديرها في الصندوق الوصف ونكتبها في لطاكس كلمات اساسية هنا نكون ان المعلن رح يستحدف هذه الكلمة عليها ننسبش ندير عنوان طويل وعريض في قناتي تعتبخو لا قناة الحلويات كما الجماعة ميدلوا عنوين طوال كل ما يكون عنوان كسير باهي ظريف مليح الدوغ هذه اللحة في جملة في عنوان قال كلب تايبكي قال كلبي حزين كلبي جائع الدوغ دوغ وهي رح هذه الكلمة الاساسية ها هي كما راكم تشاهدوا نزيدني كليكي هنا علش نكليكي هنا لانه باش نختار اكثر الارباح لكن تلاحظوا باللي كي كليكيت هنا خيط اكثر الارباح للاينات ربحا تلاحظت بلي نزلت هنا نسبة البحث تبدلت لوات بيك ونش عافو نشي البيك هذي بيكي لكن تبدلت ممكن نوصنه من اصناف الكلاب وغيرها معلمتها عندي خيارين لي اما نستهدف هذه الكلمة بيكي ونشوفوا ما هي البيكي هذي نترجموها طرح مثلا شنطة شنطة جوسيبا ممكن شنطة الكيلة وغيرها يعني امور انتوما تعرفوا بلانجلي ولا الناس متخصصين ترجموها بجوجل ترديكسون كي معنا ما نعرفش لكن هذه الكلمة احنا نبحث عليها ونضرها في يوتيوب واليوتيوب ولاح يخبرني للناس اللي داروا هذا العنوان اذا الكفاء الاربيام عنده الاربيام عنده تلاحظوا باللي هذه الهاب تخلص وهذه تطلع حقص يعني ما بين 20.58 لكل 1000 مشاهدة ولا الاعلان يصل حتى 29.98 لكل 1000 مشاهدة معانتها الاربيام مجمعه تطالع بزاف هذا ولكن نسبة للبحث تطالعه قليلة كي ما راكم تشاهدوا ثم تخيروا يا اما تجيبوا هذه نسبة للبحث الكلمات الاساسية كبيرة ولا تشوفوا المشاهدات الكلمات هاو نجيبوهم هنا كي ما راكم تشاهدوا هاي بالتو فريتش دوغ فود نوم نوم دوغ فود شارلوت دوغ كلاب اولاي هذي دوغ فود دوغ فود تقريبا غير الاكل كلاب وغيرها هذو كامل هاو قده يربحوا اذا حاوستوا تحاوزوا على المشاهدات متحاوزوش على الاربيام احتلاحظوا باللي مثلا كلمة دوغ كلب يبحثوا لها مليون عشان ملايين للشهار ونسبة الاعلان تحتها الاربيام تحتها هو 0.94 الى تطلع حتى الربعة فاصل ساعة وثلاثين معنى انتم اذا تكلمتوا بزاف على مواضيع الدوغ هذي الكلمة وحدها راح تجيب لكم هذي المبلغ كل الف مشاهدة على الاقل على الاقل تقريبوا دوغ بارك هذي فيها واحد فاصل ثلاثين هاي عالية كتزيدوا لها دوغ بارك يعني كلمة اساسية لا تقول لها دوغ تقول لها دوغ بارك دوغ بارك هذي ليس ستجدوها كما تضعها في العنوان لا دوغ بارك هذي حنفها هذي يجب ان تدخلها في جملة يجب ان تضعها موضوع كيف نضعها موضوع أنا ما نعرفش إذن أنا ما نعرفش راح ندير اليوتيوب ندير انتري من هذا دوغ بارك هذي كنت تضغطي هذي 1 دعونا ما يد Building فلانتنا على دوغ بارك او دوغ بارك وضوغ بارك وضوغ بارك ستجدو هذي ندير انتري سيأزِي البلاه هاو دوكس ريكت وين سينجر حاجة كما هكذا باركين يعني فيرال دوك دوك بارك مثلا هذا ها هاي دوك بارك هStart any dog park هايلا عنوان كيف هداره نوع copy art music يعني هذا موسيقى هذا ما روبي هذا على الكلب المزرعة دوك بارك روم هذا زاد لها room دوغ بارك هي لولازة لها الروم يعني يجب ان تكتبها في اول عنوان الافضل كما تلاحظو هذا مثلا جاب مليون وربعمائة هذا عنده ثم ساعتها وجاب الفمائة هذا ميتين الف هابي دوغ سبلي ادوغ بارك فالا هي كلب المزرعة فالا اذا انتم راح تهدروا على موضوع كلب المزرعة كلب المزرعة اذا كما تشاهدو نسبة البحثة ليه مليون عشر ملايين في الشهر اه الربح تاعوا الاربية متاعوا طالعها واحد فاصل تلاثين وهكذا تحبوا تزيدوا جماعة تزيدوا هنا تكليكي وهنا وتحبوا تكليكي وتعود ترجعوا هنا تعودوا تبدلوا امور تحبوا تزيد وتحبوا تحثفوا كما تحبوا هالا هو الموقع ينخدموا منه جماعة ويخدموا منه الناس بزاف وكل صناع المحتوى في السيو وغيره فقط كتعود تعرف كيف تستعمل هذه الكلمات تخلم في مواضيع حصرية ملكك من تصويرك انت وتحط الكلمات هذو في العنوان في بداية العنوان هاي الكلمة الاساسية دوك بارك تزيد لها حاجة انت مثلا كلب مزرعة مزرعة يلعب دوك بارك بلاي مثلا يلعب هذا مكان يعني مش هتختار انت جملة طويلة وعريضة في الطبخ كيف كيف فالطبخ كون ديروا الطبخ هنا نحيو هذه نديروا مثلا كوكينج معثلا معثلا معنا بديش انا الطبخ انتم تقولوا له نخليوا نفس النتائج تحقق النتاج مرجوه هذه في المريكان كوكينج مثلا كوكينج نسبة البحث عليها هو الف حتى العشرة الالاف كما كنت شاهدوا في الشهر ما مش موجودة الارباح عنده لانه الطبخ تقريبا ارباح منعدمة مدام ما كانش هنا معنات الارباح تقريبا منعدمة يعني حتى المحتوى الامريكي رح ننسيه ونضغطه نشوف الارباح العالي خلاص هاي الارباح العالي خلاص هي بتروليوم كوك بترولوم كوك هذا الزعمة هو الغالي خلاص 0.97 هذا الموضوع هذا تعليق كوك منش عافشي هو اخي فاهمين يا سيدي ندروها بالعربية نحولوها عربية نديروا طبخ نديروا صديق قناة خياطة هنا لا تغلطوا هنا او ما تقول ندير؟ نصل لاتحقيق من النتائج هنا هنا قد يخرج لي ولو لماذا؟ لاني انا مستهدف امريكا وخياطة مخرج لي ولكن رغم هذا نسبة البحتة لي هما بين مياه و الالف فقط ضعيفة جدا لكن هنا نمدار لغة انجليزية و انا كاتب عربي هنا الخلطة لا تخلطوش لازم تغيروا هنا ديروا مثلا الجزائر تحبيوا تستاذفوا الجزائر تحبوا الامارات ديروا امارات دوبي مغرب 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 بلدان عربية كامل بد ما تختار عشر بلدان عربية تاك نديروا حفظ نروح اللغة نكتلك هنا العربية العربية هاي العربية نديروا جوجل وشركاء البحث وهنا نختاروا مثلا اخر 12 شهر سيبوا سيبوا هذا مكان هاي خياطة سيبوا ها اذا بد ما نديروا هات خرج الناد دورة خياطة اذا ما خرجت ليش خياطة فقط دارت لي دورة خياطة نسبة البحث عليها من 100 الالف كل شهر اربيا متاحة 0.33 خياطة اذا نحن ترى السعر تحر المكسيموم كيف يكون اذا سعر ماكسيموم هو 0.33 و 0.90 في السعر السعر ضعيفة ضعيفة جدا جدا كما راكم تشاهدوا تقضي توصل 0.33 الناس اللي هيتعاني مجمعات الخياطة راكم 0.03 خاصة الناس يتكلم على مكينة الخياطة واسعارها افضل انواع مكينة الخياطة الاربيا مجمعات تاعكم راو هابط بزا بزا فو هاو الكلمات الاساسية تاعكم كي تكتبوها في العنوان ماكينة خياطة بالكمبيوتر للباية هذا اللي هاو يحط كيمة هكذا راو يلقى الاربيا بالصفر فاصل صفر ثلاثة للمعلنين فهمتوا ذركا هاي بالعربية راح تقريبا من عدمه في العالم العربي عليها راو هابطين شوية الاربيا لازم تشوفوا هنا المواضع تاعكم تشوفوا هنا الكلمات الاساسية كل ما تديروا فيديو تحوسوا هالكلمة الاساسية تاع الفيديو هذك اتنسيون جماعة تخدعوا اليوتيوب لانه حيغلق لكم القناة لو كانت تكذبوا في الكلمة الاساسية اذا كان فيديو تاع خياطة تحوس الاخياطة تحكم هذو اللي يعجبكم هذو تحاولوا تكتبوهم تحبوا تكتبوهم تهزوهم ها كلمة الاساسية تخيروا ما تخيروهم مش كلش ما تعمرواش بزاف تخيروهم عن اختيار الكل ولا تخيروا القطع اللي يعجبكم هتوما هنا ودروها عملية النسخ وتدوها لصندوق الوصف وتحطوها في صندوق الوصف هكذا تكونوا جملتوا بعض الكلمات الأساسية في صندوق الوصف مع وضع دورة الخياطة مثلا في بداية كل عنوان وتكملوا وتكتبوا عنوان تاعكم اللي حبيتوا انتوما هذه خلاص خلطوا هذا الجماعة تقريبا هذا هو الموضوع كيف نزيدوا الأربيام وكيف نشوفوا الأرباح تاعنا وغيرها نرمون بربيش الله ديت عييت في كلش حكيت في كلش لماذا ما زال ما فهمش هذا الموضوع جمعنا هو شوية صعيب للكثير منكم على البال المبتدئين لكنني شرحت كلش لماذا ما فهمش نعاود نديروا مواضع بزاف من هذا النوع فقط حدوا لي السؤال من فضلكم هكذا اعطيتكم الموقع اعطيتكم الاتس تاعكم اعطيتكم كلش لأربيام فقط اعطوا لي سؤال واضح ما تحشمش اكتب لي اكتب لي سؤال واضح لموضوع واضح باش نعاود نشرح بالديطاية هذك الموضوع واني شرحت كلش سهلة خلاص فقط تتمرنوا على هذا الموضوع نتمنى انو وصلتكم الفكرة نتمنى انو نصلتكم استراتيجية هذي والتقنية هذي راهي سهلة والعالم بوك اللي يخدم بها بشو حلم يخرط عليكم وحلم يكذب عليكم ولا يباعكم ذاكي ولا يباعكم لانا وانا هذه الطريقة سهلة جدا فقط تحتاج انسان يمارس بزاف هذه الحاجة باش يويل يحسب ويشوف الكلمات اللي تصلح لمسلح كل انسان وقناته سمنا ما نقدرش نشرح بصفة عمل لان كل انسان وقناته انا شرحت الاحساب قناتي انت تحسب الاحساب قناتي انت تحسب الاحساب قناتك انت تبق خياطة خياطة gaming gaming تقنية تقنية كل انسان كيف حتخرج له هذا مكان اذا نلتقي في مقطعين اخر ان شاء الله سلام